هذه الحلقة فيها أكشن كثير أبطل عندها مؤتمر يوم 8 مارس واليوم بالناقشة ممكن تشوف منها سامسونج وقعت في الفخ وانفضحت بأنها تقوم بتبطي أجهزة S22 وكذلك أجهزة قبلها بدأ الهجوم عليها وصار وأشياء مرة كثيرة قصة كثيرة طويلة راح نتكلم عنها لكن بعد هذا كله تم اختراقها أما صدمة اليوم إيلون ماسك اللي يملك أشهر شركة سيارات كهربائية وتقدم طاقة نظيفة صار يطالب بزيادة إنتاج البترون مش السالفة كل هذه التفاصيل راح نتكلم عنها بهذه الحلقة مع أخبار إضافية بعد ومارحمة ندهم حياكم الله بحلقة أخبارية جديدة من حلقات إخبار تيك فويس ببداية ذكرك تشترك بالقناة تشغل أو تفعل الجرس عندنا بالقناة على أساس يوصلك جديد الأخبار أول بأول وتكون أول من يعرف عنها لما توصل هذه الحلقة فيها كمية أكشن ما تنتهي أساس كده خلونا ندخل في الأخبار بشكل سريع خلونا نبدأ أول شيء سامسونج أطلقت الـ S22 ألترا في وقت مبكر من فبراير زي ما أنتم عارفين والمراجعة حقتنا صارت جهازة الجهازة عجبني هذا كده بس شيء بسيط عجبني جداً وفي تفاصيل حلوة ورهيبة ومخمخت على هذا الريفيو فراح تشوفونا إن شاء الله في الفيديو القادمي بعد هذا عموماً لكن الجهاز بدأ يوصل للناس الآن وهنا بدأت شوية أشياء تفاصيل تطلع فمثلاً بسرعة في مجموعة من الناس في كوريا اكتشفوا أن سامسونج تقلل الأداء من التطبيقات بجوالها تقللها بنسبة 56% بالبداية شكوا بأنها هي مجموعة بسيطة من التطبيقات لكن انصدموا بعدين بعد عدة تجارب أنها أكثر من 10 أهلاف تطبيق سرعاً ما انتشر الموضوع في كوريا بدأوا يهاجمون سامسونج هجوم مستمر ثم انتقل للسوشال ميديا العالمية وصاروا يتكلمون من الشارق إلىين الغرب سامسونج هنا أضطرت أنها تعترف وقالت هذا صحيح وأننا قاعدين نبطيها لكن نيتنا حسنة السبب أننا نحن سوينا هذا الشيء على أساس نحاظها على حرارة الجهاز أنها ما ترتب وطبعاً لكل عارف أنه سامسونج عندها مشاكل في الحرارة وقالوا أنه بنحل هذه المشكلة ضمن تحديث قادم لكن هل هذا خلى الناس يهدون؟ بصراحة لا منصة قياس الأداء Geekbench تدخلت وأصدرت قرار بحذف جميع تقارير أجهزة سلسلة الـ S22 من تطبيقها وقالت بأنه هذا يعد تلاعب في النتائج بعدها راحوا حذفوا الـ S10, S20 و S21 مع الـ S22 لأنه اكتشفوا أنهم يقللوا من أداهم أيضاً وبالتالي هذا معناته أنه إذا عندك واحدة من هذه الأجهزة فللأسف أنت ما قاعدت تحصل على قوة المعالجة الحقيقية للأسف طبعاً وسط هذه القصة الطويلة والمشاكل هذه كلها سامسونج وهي غرقالة بهذه السالفة وقاعدية مشكلون فجأة فريق هاكرز اخترق أنظمات سامسونج وحصل على بيانات مهمة مثل البيانات الحيوية لموظفينهم اللي من خلالها يقدرون يفتحون باسوردات أنظماتهم يعني قد تكون بصمة قد تكون أي طريقة تعرف من البيانات الحيوية كذلك قدروا يحصلون على بيانات مهمة مثل السورس كوت لأنظمات أجهزتهم الجديدة وبالتالي حصلوا على كمية بيانات ضخمة يقال بأنه عندهم كمية ضخمة جداً ما رفعوا منها إلا شي بسيط رفعوا ملفات إلى تورنت بحجب 190 جيجا بايت وعلى أساس يقدر أي واحد يحملها وخلوها سبيل وقالوا راح نحاول ندفع فيها ونسوقها أكثر على أساس يحملونها أكبر عدد ممكن من الناس طبعاً بما أنه ويكند فتوقعت أنه قيمة أسهم سامسونج قيمة الشركة راح تنخفض يوم الأثنين بسبب هذه الأخبار السيئة الكثيرة والله يا أنتم فلمتوا يا سامسونج إلون مانسك صاحب أكبر وأشهر شركة سيارات كهربائية يتكلم عن الطاقة النظيفة ومن تعودين على هذا الشيء فجأة صدمنا لما كتب تويته بني طالب بزيادة إنتاج النفط بيترول بنزين أي شيء تبغى إلمهم زيدوا من الإنتاج طبعاً هو قال لنا السبب هي حرب روسيا يعني أنا أحس أن الأمريكان في تحالف بينهم أن يكتبون ضد روسيا لدرجة أن الأخ قام يطالب بشيء يهدد شركته وفكرته ويتناقض مع رؤيته ونفسه أما أبل أعلنت عن مؤتمرها يوم الثمانية مارس يعني بعد يومين من هذه الحلقة السؤال المهم وش أبل راح تكشف عنا بمؤتمر؟ إيش نتوقع أن نشوف؟ أولاً نتوقع أن نشوف آيفون SE الجيل الثالث مننا راح يكون نفس تصميم الجيل مشكل حتى آيفون SE الجيل الثاني نفس البصمة نفس الأطراف الكبيرة بل نفس الألوان أسود أبيض أحمر لكن الجديد أنه بيكون فيه المعالج الجديد قد يتكلم عن A15 بالتالي بيكون بنفس قوة أقوى جوالات آيفون بالسوق الهدف الأساسي من هذا الجهاز هنا يكون سعر رخيص فبالتالي راح يكون بأقل سعر ممكن تشوفه لآيفون جديد بالسوق وهو تقريباً متوقع 300 دولار أبل تستخدم هذا التصميم القديم ستقدر تقدمه بسعر منخفض جداً بحسب التقارير بس بالنسبة لي أنا مستغرب جداً أنه هذا التصميم اللي يقدمونه في 2022 ما زلت قاعدة أقول يا رب إنه مو صدق هذا التصميم عمره تقريباً 7 سنوات 8 سنوات أتصور أتوقع أنه مقدرون يقدمون تصميم مثلاً آيفون XR اللي الآن صار له يمكن 4-3-4 سنوات لكن بسعر منخفض جداً وعن جهاز الثاني اللي أيضاً في احتمال كبير جداً نشوفه هو آيباد إير محدث رح يكون بنفس التصميم ونفس فلسفة آيباد إير السابق حتى نفس الألوان نفس التوجه لكن الشي الجديد والحلو أنه رح يدعم 5G أنه رح يكون بمعانج أبل الأحدث والأقوى وهذا معنات أنه تحديث حلو للناس اللي بغون يشترون الآيباد إير كذلك بيدعم ميزة سنتر ستيج اللي احنا شفناه في آيباد برو آيباد ميني السابق وأنه لما تصور بالكاميرا الأمامية وتكون في اجتماعاته وغيرها فأنها رح تحطك بالمنتصر وهذه مفيدة جداً صراحة طبعاً هذه المنتجين هي أكيد أنها بتجي بنسبة ضخمة جداً في أشياء ثانية قالوا احتمال ناتجي لكن ما زال التفاصيل غير معروفة وما زال في عليها شوي اختلافات مثلاً واحدة من هذه الأشياء في احتمال نشوف ماك ميني لكن في خلاف أي ايش بيكون وضع هذا الماك ميني مثلاً قالوا بأنه في ماك ميني لكن حجمه أكبر وبيكون في معالج أقوى إما M1 برو ولا حتى M1 ماكس طبعاً ما ننسى أنه في خبار سابقة قالوا أنه كانوا يشتغلون على ماك ميني جديد لكن بتصميم محدث راح يكون زجاج بالأعلى بدلاً من الألمنيو وراح يكون في M2 فبالتالي في خلاف هل راح يطلقون هذا الكبير ولا اللي راح يكون في M2 وأيضاً واحدة من الأشياء اللي ممكن نشوفه مؤتمر هو ماك بوك برو 13 إنش بس أنه بمعالج M2 وفيه تتش بار صراحاً غريب شوي لأنه مع أعلانات قبل السابقة كنا نتوقع بأنهم احتمال أنه خلاص استغنوا على تتش بار بس عموماً السنة الماضية حصلنا على لون جديد لآيفون 12 وهو كان اللون المنسجي ففيه احتمال بسيط صراحة أنه ميقدموا لون جديد هذه السنة لآيفون 13 هل ودكم يسون هذا الشي؟ إيش ودك يكون اللون؟ برتقالي؟ عموماً غير هذا كله طبعاً احتمال يتم الإعلان عن iOS 15.4 ويتكلمون عنه أكثر في هذا المؤتمر وإيش الشي يسوه أهم وأبرز ميزة في هذا النظام هو أنه تقدر تفتح جوالك عن طريق Face ID حتى لو أنت لابس كمامة يقدر يتعرف عليك ولو كان شخص آخر يقدر يعرف بأنه مو هذا نفس الشخص مع أنه كلكم لابسين كمامة هذا الشي لطيف وحلو جداً ومشكلة وحيدة أنه تقريباً خلصنا من الكمامات فهم بالنهاية لا تنسى تشترك معنا بالقناة تفعل الجرس على أساس تكون أول من يعرف عن وصول حلقات الأخبار وتقدر أنك تكتب في التعليقات أو أنا أول واحد علقت وكل هذه الشغلات أنا أدهم أشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم مع السلامة